بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات تحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ صدق الله العلي العظيم الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق هذا العالم على نظام دقيق وحسب تعبير القرآن الكريم بالحق والله سبحانه وتعالى الخالق للإنسان ولهذا الكون هو العالم بما يصلح الإنسان وما يفسده ولذلك شرع للإنسان تشريعات هذه التشريعات تنسجم مع حياة الإنسان ومع تركيبة الإنسان الجسدية والنفسية انسجاما تاما الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول في سورة آل عمران نزل عليك الكتاب بالحق بعد ذلك يقول هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء معنى الآيتين أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان فيعلم حقيقة الإنسان كاملا جسم الإنسان وروح الإنسان لذلك عندما يشرع يجي التشريع يعني الأحكام الشرعية منسجمة انسجاما كاملا مع التكوين إذا إحنا نراجع التشريع نشوف الله سبحانه وتعالى طلب من عندنا ثلاثة أمور أو أمرنا بثلاثة أمور هذه الأمور الثلاثة هي تشريعه المنسجم كاملا مع تركيبة الإنسان الأمر الأول المعتقد والأمر الثاني العمل والأمر الثالث الأخلاق والدين هو بالأساس مركب من هذه الأمور الثلاثة الاعتقادات يعني الإنسان تكون عقيدته بالله بالرسول عقيدة صحيحة والعقيدة الصحيحة هي المنطلق الأساس لحركة الإنسان أنتم تشوفون العرب قبل الإسلام والعرب بعد الإسلام العرب قبل الإسلام أمة متخلفة إلا القليل جدا يعيشون على القتال والغارات يعني قبيلة تشن حملة وحارب على القبيلة الأخرى فيقتلوهم ويسبون نساءهم ويصادرون أموالهم يغتنموها وهذا كان دعبهم دائما ويفتخرون بذلك وحياة خوف دائما يعيشون وذل وذلك اليوم قبل الإسلام هناك حضارتان إمبراطوريتان في أطراف الجزيرة العربية الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية أصلاً ما كانوا ينظرون إلى هذه المنطقة منطقة صحراء وناس متخلفين لكن نفس هؤلاء العرب عندما تشهدوا الشهادتين عندما دخلوا بالإسلام العقيدة صححت الفكر صحح لذلك هؤلاء تحولوا إلى ما يقوله الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله القوم المتخلفين اللي الفرس والروم ما كانوا ينظرون إليهم خلال فترة قصيرة ببركة الإسلام تحولوا إلى سادة العالم ففتحوا بلاد فارس وفتحوا أجزاء كبيرة من بلاد الروم لأن طريقة تفكير الإنسان تأثر في حياته أنتوا شوفون إنسان ملتزم وإنسان غير ملتزم يمكن إثنين أخوة أخوات واحد ملتزم والثاني مو ملتزم ليش؟ الأب واحد والأم واحدة تربية واحدة البيئة واحدة لماذا بهذه الكيفية؟ لأن طريقة التفكير طريقة التفكير هذا تسوق إلى التدين وطريقة التفكير ذاك تسوق إلى خلاف التدين فطريقة التفكير والأساس فيها المعتقدات هي التي يبتنى عليها حركة الإنسان هذا الشيء الأول الشيء الثاني أفعال الإنسان الإنسان عنده جوارح إيد رجل عين إذان لسان هذه الجوارح لها أعمال هذه الأعمال إذا كانت ضمن الحدود الصحيحة فتسبب تقدم الإنسان وإذا خرجت عن الضوابط الصحيحة تكون وباء ووبال على الإنسان واحد يروح يكد بيده يشتغل من الصبح إلى الليل يطلع لتشنفلس قوته وقوت عياله وشخص آخر يروح نفس الإيد يستعملها في الصاطو والسرقة ويبوق شوية فلوس ويجي ينفق على نفسه وعلى أهله فهذه الإيد نفسها لكن هذه الإيد نفسها عندما صارت في كد وفي عمل النتيجة يكون حلال وطيب ونفس هذه الإيد إذا صارت في الصاطو والسرقة والبوق يصير حرام والسحد فالنظام الشريعة نظام الشريعة يجي ينظم حركة الإنسان الشيء اللي بصالح الإنسان وبصالح المجتمع يفتح الطريق أمامه والشيء اللي بضرر الإنسان وبضرر المجتمع يغلق الطريق أمامه لذا الإنسان اللي يلتزم الرابح الأكبر هو الله سبحانه وتعالى وما يحتاج إلى عبادتنا الله هو الغني المطلق وكل نعمة أحنا عدنا فإنما هي من الله سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله فالله ما يحتاجنا ولا يحتاج إلى أعمالنا أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني والحميد لكن لماذا أمرنا أمرنا حتى يصلحنا الشيء اللي بصالحنا نعمل بي إحنا نربح هذا الشيء الثاني الأعمال الشيء الثالث الأخلاق الأخلاق شنو هي الإنسان هو خلق وخلق هذا المقطع سامعي دائما مع الخطباء أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك الخلق شنو هو الصورة الظاهرية الإنسان عنده فتشكل وجهه عينه مثلا محياة هاي يسموه الخلق الشكل الظاهري الصورة الظاهرية والإنسان عنده صورة ثانية هي الصورة الباطنية هاي الصورة الباطنية يسموها خلق هي لا ترى بالعين هاي الصورة الباطنية ولكن آثارها تظهر وبعض الأحيان أولياء الله سبحانه وتعالى ينظرون إلى الصورة الباطنية الله سبحانه وتعالى منطيهم هذه القدرة لكي ينظروا إلى الصورة الباطنية فالرجل أجل عند أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال إني أحبك أمير المؤمنين قال كذبت أنت متحبني دا تكذب بتنافق قال والله إني أحبك قال لله من وين قال لأنه إحنا في عالم الذر الله سبحانه وتعالى عرض علينا أرواح شيعتنا وأرواح أعداءنا أنت روحك ما كان في الأرواح اللي عرضت علينا من شيعتنا زين وبعد سنوات هذا الشخص منه صار صار ابن ملجم لعنة الله تعالى عليه بعض الأحيان أولياء الله ينظرون إلى الصورة الباطنية في الحديث أنه في منا وقت الحج أحد الأصحاب شافوا هواي خبصة وناس وعالم ففرح فقال للإمام إشقد ناس جاية لعبادة الله الإمام قال لما أكثر الضجيج وأقل الحجيج الهوسة والضجة والضجيج هواية بس الحاج الواقعي قليل ثم أشار إلى عينه الإمام أشار إلى عين هذا الشخص الراوي فكشف عنه غطاءه لأنه إحنا أعيننا عليها غطاء ما نشوف بس نشوف بعض الأشياء الظاهرية يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون لكن الإنسان في لحظة الاحتضار لحظة الموت الله سبحانه وتعالى يكشف عنه غطاءه فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد حديد يعني حاد تشوف لذلك الإنسان في لحظة الاحتضار يشوف ملك الموت ويشوف الملائكة ويشوف الرسول صلى الله عليه وآله يشوف أمير المؤمنين لأنهما الرسول وأمير المؤمن يحضران فإذا كان مؤمن يبشروا بالجنة وإذا كان كافر أو منافق يبشروا بالنار زين هذا الميت إحنا شايفين يمكن ما هذا شايفين واحد قدامكم يموت لولا في لحظة موت الملك الموت موجود والإمام أمير المؤمنين موجود الرسول موجود والملائكة آخرين موجودين هو يشوف هم ولكن نحن لا نشوف لماذا لأنه على بصرنا أكو غطاء على كل حال فهذا الشخص الإمام أشار إلى عينه في منا فجأة شاف الناس بشكل حيوانات مو أنه شكل الناس تحول إلى حيوانات لا الصورة الباطنية قام يشوفها الصورة الباطنية قام يشوفها لأنه إحنا من نشوف الصورة الباطنية بس هذا بيعجاز من الإمام شاف الصورة الباطنية شاف حمير أجلكم الله خنازير وكذا وأكو ناس بس قليلين يعني ذول المؤمنين اللي صورتهم الباطنية هي تطابق صورتهم الظاهرية فغالب الناس مو هالشكل فهذا الأخلاق الخلق الصورة الباطنية هاي الصورة الباطنية هسه إحنا من نعم الله علينا أنه من نشوف الصورة الباطنية والله سبحانه وتعالى هنا نعم مكلفنا بالظاهر إذا شفت إنسان مؤمن احمل فعل على الصحة قل إن شاء الله خوش إنسان وإن شاء الله عمل صحيح وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى علينا بس في الآخرة في القيامة الإنسان يحشرون على صورتهم الباطنية وهاي الصورة الباطنية إذا الإنسان ما كانت مناسبة فهناك الفضيح بعد قدام كل العالم وكل الناس هسه مو مهم قدام الناس قدام الله سبحانه وتعالى وأمام الرسول صلى الله عليه وآله وأمام أمير المؤمنين والأئمة الآية الشريفة تقول وقل عملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون والأئمة عليهم الصلاة والسلام هذا في الدنيا أعمالنا احنا كلنا الآن تعرض على الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه فسيرى الله فضيحة يزيل هذا الحسد من نفسه إذا واحد في قلب يكون حسد وإذا ما أظهر هذا الحسد هذا مو حرام بس رذيلة إذا أظهر الحسد خو هذا حرام يكون ومن شر حسد إذا حسد يعني إذا أظهر الحسد إذا واحد في قلب أكو رذيلة بس ما يظهرها هذا معفو عنه يعني ما يعاقب بس رذيلة مقامات في الآخرة تكون منخفضة إذا الإنسان عنده حقد إذا الإنسان عنده رذال أخلاقية أخرى يحاول بالتدريج يصحح مثل ما يصحح عمله صلاته يصححها صوما يصححها معاملته مع الناس يصححها معاملته مع أسرته الزوج مع زوجته الزوجة مع زوجها الأب مع أبنائه الأم مع أبنائها وبالعكس يصحح التعامل بحيث أنه يكون مرضيا لله سبحانه وتعالى وبيوم القيامة يكون بيض وجه يوم تبيض وجه وتسود وجه كذلك يصحح أخلاقه يحاول أن صورة الباطنية تكون صورة مناسبة وصحيحة لأن الله سبحانه وتعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرح ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرح هذا بالنسبة للأعمال بالنسبة إلى منويات الإنسان يوم تبلس سرائر السرائر جمع سريرة يعني أي شيء الإنسان أسر في نفسه ما أظهره يوم القيامة كل شيء يدور في ذهن الإنسان ينكشف يوم تبلس سرائر فما له من قوة ولا ناصر والله سبحانه وتعالى يوفق يعني إذا الإنسان مش بطريقة صحيحة الله يوفقه في القرآن الكريم والذين احتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم والذين احتدوا يعني الشخص اللي حاول أن يمشي بالطريقة الصحيحة الله يزيد هداية وبالعكس إذا واحد مش أعوج الله يزيد عوجاجا ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أنكذبوا بآيات الله إذا الإنسان الخطوة الأولى خطاها صحيحة اللهم يدفع الهداية وإذا الخطوة الأولى مشاها غلط الله سبحانه وتعالى يخذله يمكن يمكن كلكم سامعين قصة بشر الحافي هذا رجل كان من المترفين وكان صاحب ثروة فالإمام فإذا فإذا واحد كان يريد يستمع إلى الغناء المحرم وهو من أشد المحرمات لازم يكون عنده ثروة حتى يشتري مثلا جارية مغنية وكذا يدفع فلوس تجد غنيله والعياذ بالله فكان عنده مجلس لا هو طرب والإمام عليه الصلاة والسلام فات من أمام بيته وأصوات الغناء والطرب وكذا بالشارع فيها الأثناء خرجت جارية لاهر أن كانت تخدم في البيت وكانت تريد تلقي القمامة فالإمام سألها أحر صاحب هذا الدار أم عبد قالت بل حر مو عبد هذا تشوف ثروة عنده وفلوس وكذا ومترف فالإمام قال إيه لو كان عبدا لأطاع مولاه إذا هذا كان عبد لله كان يطيع ربه هذه الجارية رجعت نقلة القضية لهذا الشخص صاحب البيت تستشوف وفد واحد مترف وعنده مجلس غناء في بيته زيان وهذه كلمة شو تأثر به ما تأثر كلمة يوم عاشراء لإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وعظهم بأشد المواعب فادهم هاي المواعب الشيء له ما فادتهم فهذه الكلمة القصيرة أثرت فيه وسامعين أنه ركض حافي لأنه ما لحق حذاء وركض حافي خلف الإمام وتاب على يد الإمام عليه الصلاة والسلام ولأنه تاب على يد الإمام وهو حافي فإلى أخير حياته قام يمشي حافي حتى صار اسمه بشر الحافي زيان هذه الكلمة من الإمام أثرت فيه وحدته وترك فسقة وفجور وكذا شنو السبب يمكن ألف واحد يسمعون هاي الكلمة وما يتأثرون السبب في ذلك أنه في اليوم الفائت يعني اليوم السابق هو كان راكب على الأحصان والخدمية والجماعة وكذا هو رجل مترف بعد وهو على الفرس وإذا بصر وقع على ورقة من القرآن بالزبالة ورقة من القرآن كانت واقع بالزبالة فهذا هو في هاي اللحظة ما قال لخدم أنه شيلوا هاي الورقة طلعوه لا ولا أنه ما اهتم هو بنفسه نزل من على فرسه ومد إيده بالزبالة طبعا صعبة رجل ثري كذا تشوف أنه مد إيده بالزبالة بالشارع مثلا ما يسويها الإنسان اللي عنده شوية مكانة اجتماعية لكن مع ذلك هو نزل ومد إيده في القادرات في الزبالة وشال الورقة وجابها للبيت وغسلها من هاي الأوساخ اللي كانت عالقة بهاي الورقة وغسل الورقة ونظفها وطيبها بعطر ثم وضعها في شق جدار على فدرازون أو مكان خلاها فاحترم القرآن صفحة من القرآن بهذا الاحترام الله سبحانه وتعالى هم وفق وأكو ناس بالعكس يعمل عمل سيء الله سبحانه وتعالى يخذله يتركه وإذا به ينغمس فيه أو حال الرذيلة شنو السبب؟ السبب هو نفسه لأن الله عادل على كل حال فإحنا المفروض علينا أنه العقيدة انصححة العمل انصححة الصورة الباطنية اللي هي الأخلاق انصححة والرسول صلى الله عليه وآله والأم عليهم الصلاة والسلام كل ما في القرآن اجي بيّنوا إلنا والله سبحانه وتعالى أرسل نظام متكامل من التشريع لحياة الإنسان في صالح الإنسان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات تحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات